أعطيها يعني صاحب يكون الشخص لوحده بدها جمعة بدها جمعة فللأسف لما يجيب مراجوان على سبيل المثال ممكن يكون صاحبه داخل لك السجارة أو يجيب حشيش على خذ قطط الحشيش تعدنا كعدة كيف نقعدنا صهرة نقعدنا جلسة قضية التوزيح ليس صعب حتى أصبح الرموز اللي بوزعه في بعض المراتك للأسف غير مسيطر عليها من قبل السوط الوطنية فيلسينية معروفة أبو فلان أبو فلان أبو فلان وحقيقة أنا مدير مقدرات حتى في ضوح القدس إحنا القينا القبض على أربع تجار لحد الآن لأن الأسف الشديد القاتل يقتل شخص لوحده ولكن التاجر يقتل شعبه ويقتل جيل هنا المشكلة بحداتها ببلش التاجر بعض الأربع خمسة الأربع خمسة بوزع بليفوناتو بوزع أرقامه بصير فتانو الجميع ألو أبو فلان وبتلقينه والبلاكيك في سيارة وعلى الماشي خمسين شاكل ميت شاكل فبوزع بطريقة سهلة جدا وطريقة سرعة جدا لا أخفي عليكي احنا شخصيا في مناطق القدس بالضحكة بالضوط بالتحديد شكلنا ضغط على التجار كبير احتقلنا جزء منهم أو الجزء الأكبر منهم حتى أصبحنا نركز على تفكيك هالشبكة الموجودة حاليا لأنه المدمن هو ضحي في النهاية المدمن هو ضحي بحاجة إلى علاج حتى بتبسكوا مرة ثانية تحبسوا عشرين يوم خمسة وعشرين يوم ثلاثين يوم يرد تعاطى إذا ما صار في علاج وحتى هو المدمن لما يقول بحاجة إلى علاج يعني سيدنا مسيح عليه السلام طبعا فيه إضافة القرآن اعتزفي سيدنا مسيح عليه السلام جاء إلى ناس برجموا فيه مرأة زاني فقال لهم يعني لماذا بممعنى ليش برجموها ما كان منكم بلا خطيئة فلنرمها بحجر توقف الجميع كل إنسان ممكن نخطئ ولكن الخطأ أن نرتجع لإنسان أن يحصل نفسه حقيقة توزيع المخدرات لا أخفي عليك بلش يمر بالحلقات معقدة شوية بما معناه إفلان لفلان 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 أبو فلان وللأسف مش معقدة بالشخص بحد ذاته أو بأسلوب متقدم معقدة بالمكان اللي بوزع فيه التاجر أصبح حاليا كانوا بالأول وقفوا على مفرق شارع على مفرق كذا اليوم للأسف الشديد موزعوا قريبين من الحدود أو من الجدار الفصل العزوري من أماكن ممكن الجيش الإسرائيلي مر منها حتى نحن نستواجد فيها من مناطق للأسف الشديد لا يوجد هناك سيطرة أمنية فلسطينية عليها وإذا طلبنا تنسيق مرة ومرتين وثلاثة وإنكتنا مرة واحدة وللأسف الشديد التنسيق يأتي متأخر أو يأتي منقوص فبالتالي النتائج المتوخى من عملية المداهمة أو الحملة على قول الجماعة تكون مجزوئة وتكون ليست بالتأثير المطلوب في المكان التوزيق كيف ممكن تبليغ عن شخص مثلا إذا أي حدا بعرف شخص أو سمع عن شخص مثلا بتاجر كيف ممكن أنه يبلغ عنه بدون ما يعرض حاله أو لأي مساءلة أو لأي خطر يعني عظيم جدا أحلى حاليا المخدرات يعني لو جئنا الشرطة البنسطينية أو قسم مكافحة المخدرات اللي أنشئ طبعا والتي تقدم حقيقة بظل السيد اللواء حازم عط الله حقيقة بالإمكانيات ورفضوا بالكفاءات وحاليا كثير من أفراد الشرطة الفلسطينية موجودين في مكافحة المخدرات مؤهلين وجامعيين ويتعاملوا بالمعلوم من ناحية مهنية ومن ناحية علمية قضية كيف أني أنا ببلغ دون ما صرر لي مشكلة حقيقة يعني أنا شخصيا بمطقة نابلس عزيزي بمثال ما باجي أقول فينا بس فلان بتعاطفة بالتالي يكون يخلق لمشكلة اجتماعية إحنا ميقنين وعارفين تشكيلة المجتمع الفلسطيني الحشائرية وبالإضافة إنه ممكن شكل عبئ أو إشكالية أو سوف العلاقات أو في كذا إفلان حبس فلان خل فلان هيك بصيل إشكالية في ك يعني نركز في كل جولاتنا حاليا بسممو المعلوم الآمن على سبيل المثال أنا بشتقل في حي أو ساكن في حي إذا بشوف في تجمع أربع خمسة في منطقة محجورة على سبيل المثال إذا بشوف في واحد أجى أبلش يعرض على سبيل المثال هي الشوكولاتة يعني يعني خليقوا الحشيج حشيج وعلى رأي انقطع قريبة على الشوكولاتة قريبة جدا أو حب تحبوب أو كذا إذا شوفت في شخص في شخص طبعا يعني بقى على أكثر من جهة بحاول احتكفي طلاب المدارس على سبيل المثال الذاهبين لمدرستهم إذا زي ما كانت وقت معفاف شوفت فيه واحد بحاول روج ماد غير معروف إنه أصلا غير معروف إنه كيف ممكن يبلغت أنا من الشرط إني أحتكفي وأمنعهم ما بدت منعهم أنت لست منفذ للقانون أنا منفذ القانون ممكن على سبيل المثال تلفون للشرطة العالمية أو الإدارة عام وكافة مقدرات بمسمى المعلومة الآمنة وحقيقة اليوم الجوال موجود هو أكبر إنجاز وأكبر إختراء أظيم حقيقة ممكن يبلغ عنه إفلان بيوصفه كذا ببيع كذا بيشوي كذا بمنطقة المعينة إحنا مرتب أمرنا إنما ندوبين إن جماعتنا ممكن نقلق بضلية أو ممكن نخاصره وغالما ما يكون هذا التاجر أو هذا الموزح الذي أقل من تاجر الدرجة معروف إنه وتابعين معه ومتابعين معه وعارفين شو أسلوبه فالمعلومة الآمنة على الطريقة البنفس الماء في مشكلة أو يتفضل ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم معنا أدارة كفوا مخدرات عنا نحن مستعدين نستقبل وبساط الرحب نغطي الحماية المطلوبة ومشكلة ما هل يعرفوا يعطينا المعلومة نتابعها ونشتر عليها برضو عبر الهاتف بتاخدوا المعلومة في عين الإعتبار كل إنسان عبر حيه عبر شارعه صغير عبر علاقاته وإجتماعية عبر أقباءه وعبر أصدقائه بشكل ضيق ما برطلوب أنه إحنا نقطع شكرة وعمل تغسيره في الشوارع من ببيع من بتاجه من بسود طب اسمحوا لنا الآن أن ننتقل ونشاهد هذه التجربة لشخص كان يتعاطى المخدرات واستطاع أن يتغلب على كل المعيقات والصعوبات لتخلص من هذه الأفة ولينجح أيضا هذه الأفة فنتابع معا من الصف السادس بلشت عندي شوية ما زي ما قلوها بالدووين دووين أنه أهرب من مدرسة أطلع من الحصة أطلع على الفرصة أدخن أسير أدخن أضرب أسوي مشاكل في المدرسة والولادة ضربوني ونسوي شوية عصبات في المدرسة فمن هون بلشت طبعا كنت أروى على المدرسة وكنت أشتغل في مقهى باب العمود كانوا يجوا كتير شباب ده ونجي طبعا مخدرات ومن هناك أنا بلشت يعني أول سجارة حشيش استعملتها في القهوة هاي صرت أستعمل هروين لمدة سنة بعدين اتجوزت وبعدين حبسيت حبسيت 18 شهور برضو قبل بالسجن تعلمت بزيادة مخدرات تعلمت السرقات تعلمت كيف أصول الدوين على حقتها يعني طلعت من السجن صرت كمان أبيع مخدرات بزيادة يعني عشان عسبت أجيب الوجب المخدرات لأنه ما بقدرش أنا لا باشت ولا بعت ميل ما بقدرش أنا أجيب الوجب فصرت أبيع مخدرات عشان أستعمل مخدرات فغرقت ضل وراي وراي ودونا على جمعية الصديقة طيبة على الجوني أول مرة عادت أظن الشهر فيها وروحت فعودت استعملت مخدرات وبلشت في السرقة وبلشت في ضارب الناس وخاوة وما شابه ذلك عودت نحبس كمان مرة المرة التانية نحبس 14 شهر جابوا لي 14 شهر لأنه فيها حيازة وفيها بيع وبعد ما روحت برضو ضلت في الشارع أستعمل في الميدان أستعمل وما كانش يهمني إشي يعني كنت مظبوط بنبكع حالتي أهم إشي الأب والإم يديروا بالهم عاولادهم وخاص نص الشاب اللي بسنه مراهقة يروحوا معاه يفهموا إيش بدوا ما يستعملوا أسلوب العنف ما يضربوا ما يطحوا من الضار طحيتوا من الضار بتزدتوا بالشارع والشارع اليوم مليان أكثر من أول مليون مرة طبعا لنفكر إستعمل المخدرات أنا بقول له يعني كتير قبل إستعمل المخدرات وملقيش فيها فايدة وماتوا المخدرات مخدرات يعني إجرام الحمد لله الحمد لله اليوم أنا الي 11 سنين ونص نضيف طبعا أنا عنيت فيهم اليوم الحمد لله أنا عندي بيت عندي أولاد مجوزين عندي أحفاد أنا أنا بندم عا كل يوم أنا ضوعت في المخدرات أنا ضوعت أحلى ظهرت شبابي اليوم أنا لما بذكر حالي في الماضي بندم ومظبوط بقعد لوحدي بقول يا الله لو ما استعملت إش مخدرات أنا كان أنا اليوم أستاذ كان أنا اليوم مهندس كان أنا اليوم محامي وكان بإيدي أطلع الإشي هذا بس أنا نضحرت لمخدرات مخدرات دمرت جزء من حياتي عفاف زي ما استمعنا في التقرير لأنه الشخص يعني أول مرة تعالج من التعاطي وثم عاد إليها بعد هيك هل هذا بشكل أكبر تحدي لكم في علاج للمدمنين أنه كيف أنت تقنعي أو تخلصي هذا الشخص من يعني تعاطي المخدرات بشكل نهائي مش أنه يشفى لفترة بعدين يرجع يتعاطاها هي عملية الشفاء والعلاج من الإدمان هي مشكلة عالمية يعني مش بس محليا بالعكس يعني حتى المجتمع الفلسطين والمجتمعات الشرقية أكثر فيها نسبة النجاح من المجتمعات الغربية لأن العيلة يعني دافية أكثر دائمة أكثر بيظن نفسها طويل أكثر يتابع الإبن بعد العلاج تمام فعملية الفشل واردة وهاي الشغلة إحنا بالعلاج يعني دائما لما بدخل أي حدا للعلاج يعني ما بنكون بانين أماني كبير إنه خلص رح يطلع من هان وكل شيء تمام بالعكس لازم نكون متوقعين الانتكاسة إحنا وهو والعيلة كمان الناس المحطين فيه لأنه توقع الانتكاسة بيساعدهم لتأكد